السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جيت نشارك معكم كوكيز بالشوكولات فوقي برت و شوية القرقع هذه الحليوة تجي رائعة في الشكل و شيشة من داخل و ديدة في المعدق كنتمنى تعجبكم و تجربوها و لان مباشرة طريقة التحضير و المقادير سوف نخليهم لكم صندوق الوصف كناخدو جوجبيضات بحرارة المطبخ كنضيفو عليهم كيز ديال الزيت و كيز ديال السكر و كنزيدو عليهم كيز ديال لاباني او مع الكيز صغيرة ديال الفانيلا السائلة كيز ديال الخميرة الحلوة من فئة 7 جرام و باستعمال ضرب يداوي و لما يلعقها خشبية كنخلطو الخليط من ديال حتى كيمتشجو العنصر كاملة مع عضيتها كما كتلاحظو مكوينة بسيطة و سهلة و كتعطيح لي وراء و زوينة لف المعدق و لف الشكل من بعد كنضيفو جوج كيز ديال ميزينة كنضيفو الكس الليول كنحركو غير بشوية حيث ميزينة كبتر لانها خفيفة كنبدو نحركو حتى كتتخلط مزيان مع الخالط كنضيفو الكس الثاني و دائما مع التحرك كنخلطو الخالط مزيان حتى كنمتازج ميزينة مزيان مع الخالط و ما كتوقاش تبان كنضيفو جوج مع الكبار ديال بودراك الكاكاو من نوع الجيز كنضيفو الكيز بشوية و احنا كنحركو حتى كندخلو مزيان العجينة ديال هاد كوكيز كتبغي تكون نرطبة و خفيفة شوية باش كيتشقق معنا مزيان و كيجيه شيش من داخل كنصحكم البناتجربو هاد كوكيز لانه كيجي رائع صراحة كيجي مدقو ولا اروح وسهل فتح دير بسرعة كنوجدو مني كندخلو الكيمية الطحين كاملة و كنحصلوها العجينة رطبة كنضيفو ثلاثة دلم على الكبار ديال الشوكولات حوبيبات و ثلاثة دلم على الكبار ديال القرقاء مهرمش كنستمرو في التحريك كندخلوهم بزيان في العجينة كنتمنى اي واحد يكون كيشوف هاد الفيديو و بمشتركش في القناة يشترك معنا و يفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد و دعمونا بلايك و خليونا تعليق زوين كنتمنى تحفظونا و تشجعونا على المزيد من العطاء تحفظو موسيقى موسيقى وهكدا كنكورو العجيني انه كامل كويرات متوسطة الحجم كنضغطو عليها شوية وكنوضعوها بسيمية على ورق الطبخ كندخلوها الفران على درجة حرارة 170 دراجة وكنشعلو عليها من الفوق حتى كنتفرقع وتفتح وعاد كنطيبوها من تحت وكيمكن لكم تشعلو عليها الفران من الفوق ومن تحت مع بعضياتهم ومن كنخرجو من الفران كنخليو احتكي بادعة كنزولو من لطا دينا حيث كتكون الشيشة حلوة وتقدر تهرس لنا وهذه هي النتيجة النهائية دي الكوكيز دينا كما كتشوفوه رائع وهشيش وزون في المعداق كنتمنى يكون اعجبكم وتجربوه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله